وحول تطورات الوضع في السودان بعد بيان رئيس المجلس الرئاسي بانسحاب الجيش من الحوار الوطني ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين أهلا ومرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك والتحية عبرك وصول لكل سادة المشاهدين الكرام ولكل العاملين بغانات الرافدين سيد عزيز برأيك ما دلالات الخطاب المفاجئ الذي أدل به البرهان وتأثيراته على المشهد السياسي في السودان هو بلا شك هذا الخطاب سيكون له مع بعد الآن قبل الظهور على الهواء بدأت آثار تدعيات هذا الحوار الذي أول الخطاب الذي ألقاه البرهان تصهر بحله لأعضاء مجلس السيادة من المدنيين وهم خمس أشخاص بعضهم ينتمي إلى قوة سياسية والآخرون لا باعتبار أن الآن المؤسسة العسكرية طمد غضما في تحقيق تصورها بشكل عام لكن في الاتجاه الآخر هناك قوة سياسية رحبت بهذا المبادر أو بهذا الطرح الذي طرحته المؤسسة العسكرية من جانب وهناك قوة أخرى كقوة الحرية والتغيير المجلس المركز رفضت هذا الطرح لكن أنا في تقديري هذه الخطوة وإن الكثير دائما يشككون في نوايا المؤسسة العسكرية وربطها دائما بالاستمرار في السلطة لكن هذا الخطاب وضع العرب أمام الحصان ويجعل القوة السياسية في تحدي حقيقي تحدي يتمثل في أنه لابد أن تدير حوار السوداني سوداني حتى تتوصل إلى نهايات من شأن تسهم بشكل مباشر في استكمال مسار التحول الديمقراطي لأن كل الغوية السياسية الآن وإن اختلفت في بعض التفاصيل لكنها اتفق في مطلب واحد وهو إبعاد المؤسسة العسكرية من العملية السياسية فأنا في تقديري برغم أن البرهان كان مكرها لهذه الخطوة وفعل هذه الخطوة باعتبار أن هذه الخطوة ستبعده من المشهد السياسي بالرغم من أن مجلس الأمن والدفاع حتى الآن لا أحد يتحدث عن صلاحياته وهو كذلك لم يتحدث عن صلاحياته وإنما اعترك ذلك للقوة السياسية لكن في مجمل القول هناك نقاط مهمة جدا باعتبار أنه إذا كان الجيش غير مؤمن تماما بالتحول الديمقراطي يمكن في أي مرحلة من المراحل ينقض على الاتفاقة وينقض على أي توافق محتمل بالرغم من أن كل المؤشرات لا تنمي بأن سيكون هناك توافق بين القوة السياسية السودانية هل فعلا كما يقول البعض أن البرهان نقل الكرة بملعب المعارضة؟ هو نقل الكرة بملعب كل القوة السياسية القوة السياسية هناك من يعارض الآن المشهد السياسي وهناك من يتحالف جزء من قرارة 25 أكتوبر وهناك من رفض أيضا الحديث عن التسويق أو التفاوض وهناك حركات مسلحة ما زالت تحميل السلاح في المشهد السوداني معقد نحن نتحدث عن أكثر من مئة ويزيد من القوة السياسية والفصائل السياسية الآن موليوتو وكل يهدل أنه هو الذي يمثل الشارع السوداني وهو صاحب السوق في تحريك الشارع السوداني لكن تبقى الحقيقة الماثلة بأنه إذا تم إقصاء أي طرف يمكن لهذا الطرف أن يؤثر بشكل مباشر وأن يعرقل مسيرة التحول الدموراطي والتجربة الماثلة الآن لا يمكن أن ننكرها بأن الأخطاء التي ارتقوتها قوة الحرية والتغيير بإبعاد حكاة الكفاح المسلح الذي يوقع على الاتفاق بها للسلام وبعض القوة السياسية الفاعلة أسهم بشكل مباشر بالتفافها وتحريضها ودعمها للمسلسة العسكرية بإحداث إنقلاب 25 أكتوبر فبالتالي الآن على القوة السياسية نتعي الدرسي تماماً بأنه الآن ينبغى أن يكون هناك حوار جاد حوار جاد يؤسس لواقع جديد لدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية طيب يؤسس لواقع جديد لدور المؤسسة العسكرية لكن لحد الآن لم تجتمع القوى الثورية بعد الخطاب أو البيانة التي أدل به رئيس مجلس السيادة ألا يعد ذلك ضربة للقوى الثورية وتفتيت للصف الذي جمعته تظاهرات الثلاثين من يونيو لا سيما بعد سقوط ضحايا والآن حسب المعلومات أن الغوة السياسية بعض منها أو الغالب العام اجتمع حتى وأصدر بيانات يحدث أو يؤيط ويرفض هذه الموافق لكن الأمر المستغرب أن الغوة السياسية طوال الفترة الماضية ظلت هي ساكنة والمؤسسة العسكرية التي تقود الفعل والغوة السياسية التي ترد الفعل فهنا تكمن أيضاً المشكلة الآن الغوة السياسية من قسم الحركات المسلحة تحتيافة قوة الحرية والتغيير الميثاغ الوطني رحبت بهذه الخطوة ويعتبراتها خطوة إيجابية وينبقي أن تشرع القوة السياسية في حوار جات لتحقيق أجندة الحوارة والغضايا المختلفة فيها بالإضافة إلى ذلك حزب الأمة بغياذة مبارك الفاضل الحزب الاتحالي الدمورات وغيرها من الأحزاب كذلك هناك مجمعات أخرى تحدثت على ضرورة أن تكون هناك مائدة مستديرة تجمع كل القوة السياسية كحملة سودان المستقبلة التي دعت في بيان أنه ينبغي أن يكون هناك مؤتمر للمائدة المستديرة يشمل كل القوة السياسية باستثناء المؤتمر حتى يتوصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي رفضت الحديث ويعتبرت هذه الغرارات أو هذه المبادرة التي طرحت جيش بمثابة محاولة التملس أو محاولة فبركة الواقع ومحاولة الانتصاص قدر الشارع والحراكة الجماهيري الحزب الشفية أيضا رفض الحديث عن ذلك ويعتبر أنه محاولة للتسويف ومحاولة للزحف إلى الأمور فأنا في تقديري الآن هذا الانقسام هذا الانقسام إذا لم تستييب القوة السياسية بشكل متسارع وتتحول من خانة تردد الفعل إلى صنع الفعل السياسي في تقديري ستكون ذلك دكتور محمد القوة الحرية والتغيير صرحت بعد سقوط ضحايا في الثلاثين من يونيو أنه لا يمكن إجراء انتخابات والآن ترفض بيان رئيس مجلس الرئاسة هل تضع العصة في العجلة أم ترى أن هناك مناورة يراد بها قتل الثورة ومطالبها لا معنى أن يستمر الشارع في الحراب وتستمر لإعتجاجات وتستمر لإعتصامات في كل العاصمة والولايات الأخرى وفي الاتجاه الآخر يمكن أن يكون هناك حوارجات وهذا الحوارجات يكون الشارع هو الضامن الحقيقي لتنفيذ تلك المخرجات والضغط على المؤسسة العسكرية لكن أن تكتفي الغوة السياسية ودائما أن تظل هي تستجيب لردات الفعل وأن يكون الجيش وصانع الفلفل في حدي ذات هذه تمثل كارثة وتمثل إشكالية حقيقة فبالتالي ينبغي على قوة السياسية أن تغطو خطوة نحو الأمام بصنع الفعل السياسي وتحريك البركة الآدنة فبالتالي أنا في تقديري الآن قوة الحرية والتغيير يبدو أنها غير متحدة أو غير متحدة في مواقفها لاحظنا بالأمس أن حزب الأمة القومية بقيادة الراحل الصديق المهدي رحب بهذه الخطوة اليوم رفض هذه الإجراءات فبالتالي بيعكس لك أنه هناك تباين تحطى النظر بين القوة السياسية المدنية وهذا التباين مفهوم لدينا باعتبار أن هذه القوة ليس لديها استفاف جماهيرة حقيق وإنما هي تحاول بتلك المواقف أن تغازل الشارع وتحاول أن تعكس رسائل وترسل رسائل لأنها هي التي تمثل إرادة الشارع وهي التي تتحدث باسم الشارع فهذه الجزيرة لتقديره يمكن أن تأتي أيضا في إطار تعزيز موقفها التفاوض وموقفها السياسي وأعني هنا أقول الفرع التغيير المجلس المركزي باعتبار أن من دون أي مزايرات إذا جلست لدى القوة السياسية الأخرى ربما لا يكون لديها نصيب أو يكون لديها فرض رؤى في حملية طموظة فبالتالي يتحاول أن تستقوى بالشارع رغم أن الشارع يرفض ألام كل الغوة السياسية وتحدث عن إسقاط شامل لكن ثم ماذا بعد أي إسقاط شامل يجنوه يطرق متفق عليها ومتحدة من قبل كل الغوة السياسية سيكون المصير بلا شك هو إنقلاب جديد باعتبار أن هناك قوة سياسية سيتم إقصاء من المشاكل وهذه القوة ستسهب وتتحالف مع فصيل من العسكر وسيحدث ما يحدث بشكل مستمر في السودان بأن أي عملية سياسية تكون ناقصة ما ألات انقلاب عسكر في النهاية من باريس الأكاديمي والمحل السياسي السوداني الدكتور محمد تورشين كنت معنا عبر سكاي في بانوراما الرافدين شكرا جزيلا لك